سيدة أسادة أعضاء المجلس، سيدة أسادة المستشعرين، سيدة أسادة قطر ملطفين، مجلس عمل الفاس، الحضور الكريم بإطار تحذير لعقد الدورة العادية المجلس شهرية يناير 2018 في طبيعة المتضيات المادات السعودة العشرين من القانون الكوذيما رحمة 2012-2014 المتعلقة بالعملات والأقلين والمادة 51 منظم الداخل المجلس عقدت لجنة التخطيط والتنمية القروية والحضر يوم عشرة الثمار اجتماعاً في ثلاث جلسات الجلسة الأولى عقدت يوم الثلاثة 19 دجامبر 2017 على الساعة العشر الصباحاً من القرى عمل الفاس وقد حضره السيدات والسادة الحسن بمشيطة فاطمة ذهبات كما حضر أداء لجنة السيدة والسادة محمد ترقاوي وخارج الحواة وملكة بوتياني ودريس قريبة عن أطور ومضافي مجلس العمال تم افتتاح اللقاء ودراسة نقطة جدوى الأعمال التي كانت مخصصة بدراسة برنامج عمل مجلس عمل الفاس في فداية هذا اللقاء تم التذكير بالمراحل التي قطع فريق العمل المكلف بإعداد برنامج كلمية الذي تكون من قطر المجلس العمالة الذي اعتمد المقاربة التشاركي عند الإجاز إذ عقد رقاءات تشورية مع الجماعات الترابية الخمس المكونة لتراب العمل وهي جماعة فات وجماعة فمش ورفاج جديد وجماعة للطيب وجماعة الإحراز وجماعة عير البيضة تم خلال هذه الوقوف على الحاجيات الملحة لساكنة هذه الجماعات في المجالات التي تدخل ضمن اختصصات المجلس بهذه المناسبة تم التنوير بمجهودات التي بدلها فريق العمل في طيلة مراحل الإعداد بعد ذلك تم تقديم الملاحظات على مستوى مشروع البرنامج والتي قد يمكن إجمله في مياده ضرورة مطابقة مشاريع المقترحة لاختصصات المجلس التي حددها القانون التنظيمي 119 متعلق بالعملات والأقالية ثم كذلك تدقيق المسطلحات والنصراضات الواردة في البرنامج ثم توتيق الجداول والمعقايات ضمان تدقيق البرنامج التي بشكل وثيقة رسمية وطاقة الطريق لعمل المجلس ثم ملاحظة الأخرى تأكد من توفر المزانية المقترحة لسؤول المشاريع ثم كذلك تم داخل شركاء المحتردون على الوفاء بالتزانات حين شروع في الدنسي وفي الأخير تم تكلي بعض قطوة المجلس بوقف عند هذه المراحظات والعمل على صحام الجديد شويد هذا العمل كما حضر أعضاء الجنة سيد الرئيس السادة الحضور اللقاء المستعر الذي دعت إليه رئاسة المجلس والذي نعقده بتاريخ 20 ديجانب 2017 الساعة العاشرة بقصر مؤتمرات وحضر أعضاء الجنة إلى جانب أعضاء الجنة دائمة وأخر وموظف مجلس العمل اللقاء كان متمراً ومهماً إنصبت على مدارسة جل الملاحظات التي تتعلقوا ببرنامج العمل وقد كانت على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون ضرغ عدد ملاحظات لا يسعى لقد ذكرها ما يقارب 28 ملاحظة هذه الملاحظات تعهد فريق العمل المشرف على البرنامج بأخذها بعين الاعتبار في إطاق سيارة نهائية للبرنامج ليكون دو جودة عالية ومقبولة كما عقدت اللجنة لقاءً آخر يوم الجمعة 22 ديجامبر 2017 بعد الاستتاح والنقاش شكر السيد الرئيس الجميع على حضوره ومشاركته في هذا الاجتماع الذي خصص لمواصلة دراسة برنامج كمية عمل الفاس بعد ذلك تم إعطاء الكلمة لفريق العمل من أجل عرض حضوره على الملاحظات والمنصفة حول برنامج العمل وكانت على الشكل التالي تبني لجنة التخطيط والتنمية القرية والحضورة على الاعتبارات المراحظات المقتلحة التي ولدت في الاجتماع الثالث أي اجتماع يوم الأربعاء 20 ديجامبر 2017 ثم كذلك مراجعة الجدولة الزمنية لمشروع القرية الرياضية السياحية بجماعة ترابية للطيف باعتماد سنة 2019 سنة مطلع المشروع عيوة 2020 إيجاد حل لمشكلة إشراف الجمعيات على عمل تزويد الساكنة بالمائة الصحيحة بعد ذلك تم إعطاء الكلمة لسيد نائب رئيس مجلس العمالة السيد عبد العزيز بن دمية الذي قدمت رضيحات بخصوص تفسارات التساؤلات السادة لأعضاء إذ أشر إلى أن المعطيات الواردة في برنامج تنمية دقيقة ونابعة من تشخيص ترابي ومن خلال لقاءات تشاورية مع ممتل الجمعات الترابية المعنية كما أن التخديرات المالية معقولة وتمت مع الأطراف المعنية بتلك المشاريع ما يؤكد صدقيتها وقابة الإنجاز والتحقيق على أرض الواقع وفي الأخير صادق أعداء المجنة على مشروع برنامج تنمية بالمقترحات والملاحظات التي تمت إخارة هذه الاجتماعات الثالفة الدك وختم اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس